السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل متابعيني معكم نونا الحجير زي ما تعودنا دايما بنعمل كل ما هو اقتصادي وموفر وعلى قد الإيد وكمان ناجح من أول مرة هنعمل مع بعض كيك النايتي بتريقة سهلة جدا طبعا أول ما بنقول نايتي كيك بنفتكر أيام الدراسة كيك سهل جدا مقديره بسيطة هنعمله ببيضة واحدة حاجة كده بصراحة وهم يعني لو أول مرة حد حابب يجرب الكيك يمشي على المقادير وعالطريقة وبإذن الله ينجح معنا قد إيه الكيك هشة وطرية وسرنجية ونكحة مية في الماء يلا بينا نبدأ بسم الله أول حاجة عندي البولة حنزل فيها بعدد واحدة من البيض وحضيف عليها باكت من الفانيليا كوباية من السكر الخشن العادي ومكس تقليب بالمضرب السلك لحد كل المكونات ما تتجانس مع بعض حنزل بنص كوباية من الزيت وعليهم كوباية مية سخنة ومكس تقليب نقدر نشتغل بالمضرب الكهربائي أو بالخلاط بعد كده عندي مقدار كوبايتين من الدقيقة عليهم زرة ملح بنزل بأول كوباية وبقلب وبعد كده بضيف الكوباية التانية مع التقليب معلقة كبيرة من البيكنج بودر وبردو ماكس تقليب لحد الخليط ما يتكون معنا ده خليط الكيك كده بقى جاهز أثناء تحضير خليط الكيك ببقى مولعة الفرن علشان تسخن لازم فرن تكون سخنة جدا قبل ما أدخل فيها الكيك باخد مقدار 3 معالق من الكيك في بولا أو في كوباية على جنب وببقى مجهزة الصاج اللي هدخله الفرن مبطناء بورق زبدة أو مسحاء بالسمن ومعفراه بتعفيرة من الدقيق الصاج اللي استخدمته مقاس 30 في 40 بوزع الخليط زي ما احنا شايفين بالشكل ده وبعد كده بحضر باقي الخطوات عندي الثلاث معالق الخليط اللي خدتهم على جنب بضيف عليهم معالقة صغيرة من الكاكاو الخام المر استخدمت كاكاو اسباني بقلبها كويس جدا لحد لما كلها تختلط مع بعض وتبقى بالشكل ده جبت كيس من كيس الحلواني وضفت فيها الخليط وحبدأ اعمل خطوط على الخليط اللي بالفانيليا زي ما احنا شايفين خطوط تعريجية وبعد كده بجيب عود خشبي أو التورس بيكس وبعمل بيها التعريجات اللي احنا شايفين بكل سهولة خلاص بعد لما بخلص كل الصاج بدخلوا الفرن على الشبكة بياخد بالزبط 20 دقيقة مش اكتر من كده ده شاكله بعد ما خرقته بسيبه لما يبرد تماما وبعد كده ببدأ اشتغل فيه هنشوف قده الكيك هش وطري وسفنجة 100% بعد ما برد تماما حخرجه من الصاج وحخرجه كمان من الورقة بتاعت ورقة الزبدة زي ما احنا شايفين بخرجها منه بكل سهولة اهم حاجه يكون برد تماما علشان يبقى سهل معايا وما يتكسرش ولا يتفرف تماني لانه فعلا طري جدا جدا بعد كده بقسمه نصين بالتساوي عندي الحشوة عبارة عن مربة اي نوع مربة انا كان عندي مربة مش مش طبعا نقدر نستخدم اي نوع مربة احنا حبينها او المتوفرة عندنا لا بس هو المتعارف عن النايتي ان هو الحشوة بتاعته بتبقى بالمربة كيك سهل جدا وناجح وكمان ما اديره اقتصادية وعلى قد اليد بعد كده بحط فوقه النص التاني بالشكل ده وبقطع الحروف بتاعته زي ما بنساوي بالزبط الحروف بتاعت الجتوة الحروف دي بتبقى نشفة شوية فاحنا بنشلها وبعد كده بنقطعه الاحجام اللي احنا عاوزانه هقسمه بالشكل ده ممكن نسيب القطع كبيرة زي ما احنا شايفين بس انا حبيت ان انا اقسم كل قطع كمان نصين شايفين الشكل بصراحة شكله رائع وطعمها طحفة حقيقة استهل ان احنا نجربها ونعملها في البيت لولادنا ولما كمان يبقوا ايام الدراسة نعملها لهم ويغضوها معهم في اللانش بوكس ومش يحتاجوا خالص ان هما يشتروا اي كيك من برا طريقة جدا وهشة وكمان بتدوبدوب في الاكل وكمان طعم مربة تلمشمش فيها رائعة طبعا حبينا لا تبقى مربة فراولة اكيد هتبقى برضو رائعة لحسب الازواء جربوا كيك النايتي بنفس الخطوات وان شاء الله ينجح معكم ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك بالقناة وصحتين اشتركوا في القناة